بعد الفيديو ده لو انت من الناس اللي بتهمل استخدام الصونسكرين اكيد هتبدأي تستخدميه ولو انت بالفعل بتستخدميه فهتعرفي على اي اساس هتختاري الصونسكرين بعد كده اهلا بكم في فيديو جديد معاكم دكتورة غادامان سيدة لانية اكلينيكية هنتكلم النهاردة عن مصطلح مهم نكون فهمينه اللي هو الاس بي اف او معامل الحماية ونعرف كمان الفرق بين الصون بلوك والصونسكرين ولكن قبل ما نفهم الدنيا دي لازم نعرف اهمية اني استخدم صونسكرين او صون بلوك اصلا هتقولولي يا دكتور مش محتاجة يعني الصون بلوك بيحمينا من الشمس هقولكم طبعا كلامكم صح بس اللي مش عارفينه انه مع المدومة في استخدام الصونسكرين مع الوقت هيقلل من ظهور التجاعد مش بس كده ده كمان بيحمي من ترخل البشرة والبقعة الداكنة والاهم بقى من ده كله المنظمات الطبية ومنها جمعية السرطان الامريكية American Cancer Society بتنصحنا دايما باستخدام الصونسكرين لانه بيساعد على حماية الخلايا بتاعتنا انها تتحول لخلايا سرطانية باللاقي كده دايما في الصونسكرين مكتوب SPF 15 او SPF 30 او SPF 50 او غيرها يعني ايه الكلام ده مصطلح SPF هو اختصار لسان بروتكشن فاكتور اللي هو بالعربي معامل الحماية من الشمس يجي يقول لك مثلا الصونسكرين فلاني معامل الحماية بتاعه 15 ده معناه ان لكل 15 اشعة ضره اشعة واحده بس اللي بتوصل لبشرتنا والباقي الصونسكرين بيمتصه او بيعكسه ومش بيوصل البشرة وطبعا كل ما رقم SPF زاد يبقى الحماية زادت نيجي بقى لنقطة الفرق بين الصون بلوك والصونسكرين الاتنين بيحموا من اشعة ضره من الشمس ويكمن الفرق الاساسي بينهم هو في الطريقة بس اللي بيحمي بشرتنا بيها فالصونسكرين بيمتص الاشعة ضره ودي بنسميها الطريقة الكيميائية اما الصون بلوك فبيعكس الاشعة دي ودي بنسميها الطريقة الفيزيائية الصونسكرين بحتاج اني ازود طبقة الحماية بتاعتي واحط الكريم كل ساعتين او ثلاثة عشان اضمن الحماية الفترة طويلة لكن الجميل في الصون بلوك اني مش بحتاج احط منه اكثر من مرة لان المكونات بتاعته بيفضل مفعولها لفترات كبيرة طب انا هعرف الصون بلوك من الصونسكرين ازاي لو هو صون بلوك هتلاقي في المكونات بتاعته حاجة من الاتنين دول يا اما زينك اوكساير يا اما تيتانيوم دايوكسايد او الاتنين ما بعض غير كده فهو صونسكرين اخر حاجة بقى في الحياة الواقعية كلمة صونسكرين كده لوحدها من غير ما احطها في مقارنة مع الصون بلوك فبتكون كلمة عامة شامل الاتنين شامل الصون بلوك والصونسكرين انما لو قلت صون بلوك وسكبت فانا حددت بالظبط النوع اللي انا عايزاه اللي هو بيعكس الاشعة الضره مش اللي بيمتصها وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة واحب انهي الفيديو بمقولي دكتور ابراهيم الفئي رحمه الله يوم واحد بامكاني تغييره كل شيء لدي ابتصم ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب لو استفدتم المعلومات لو عندكم اي استفسارات قلولي في الكومنت استنوني في فيديو جديد بمعلومات قيمة جديدة والسلام عليكم